هذه تحية لكم مشاهدين الكرام عبر قناة الأهل والساهرين معنا في حلقة الليلة برنامجنا البيت الكبير إطلالة أسبوعية أسعد بصحبة حضراتكم فيها كل أربعاء بصحبة زملاء العزاء أيضا هاني رمزي وسيهم صالح الحقيقة أن هذه الفقرة لها خصوصية لأننا دايما بنتناول من زوايا مختلفة كيف يتحقق النجاح الناتج عن استقرار بمعنى البعض يتحدث عن توفيق في بعض الأحيان لكن بالتأكيد التوفيق وما يسمى الحظ ليس أبدا هو السبب في تحقيق قدر من النجاح خاصة إذا كان هذا النجاح متكرر وعبر عقود طوال كما نتحدث إلى أي مدى الاستقرار والمنظومة شديدة الرقي والانضباط دايما اللي بنتكلم عنها في النادي الأهلي بتنعاكس على جمهور وبتسبب سعادة كبيرة لهم حتى لو حصلت بعض الإخفاقات فبتكون يعني نقول هفوات في بعض المواسم لا تستمر كثيرا وتعود البسمة دائما على الشفاء الجزاء دائما من جنس العمل يعني بمعنى أنه العطاء بيقابله الحقيقة نجاح وثمار كبيرة جدا بنتكلم عن رغم الصعوبات والتحديات اللي وجدت النادي الأهلي ومجلس إدارته الحالي برئاسة الكابتل محمود الخطيب خلال السنوات الثلاثة الماضية إلا أن الحقيقة ما تحقق يمكن أن نطلق عليه هي فترة تاريخية بكل تأكيد وبامتياز أيضا مجموعة من المحاور وهذه النجاحات في الكرة وفي غيرها هنناقشها الحقيقة مع علم من أعلام النادي الأهلي عبر التاريخ ونجوم كرة القدم وأحد كبار المدربين في تاريخ مصر والنادي الأهلي الكابتن فتحي مبروك الذي يتولى العمل أيضا الآن في النادي الأهلي كرئيس اللجنة اكتشاف المواهب برحب به سعيد جدا بحضرتك كان بيتخير زيك والله أنا سعيد جدا بالمقدمة الجميلة وسعيد جدا بحاجة جميلة أنت قلتها يعني فعلا استقرار النادي الأهلي بيؤدي إلى بطلالات بيؤدي إلى دائما في سجام بين أعضاء النادي الأهلي وجمهير النادي الأهلي والمنظومة كلها داخل النادي الأهلي مفيش نجاح بدون تعب وبدون عطاء وبدون منهجية علمية ووجود معطيات لهذا نجاح حكا بك فتح وبالتالي هيا سأل حدك عن أسباب انتصارات النادي الأهلي في الفترة الأخيرة بالمناسبة مش بس في الكرة يعني حضرتك مقيم ليل نهار في النادي وطبعا لامس كل التفوق في كل مجالات بص حضرتك وفي مقولة النادي الأهلي نادي بطلالات سواء كرة قدم هندبول طائرة بسكت سلة كله النادي الأهلي الحمد لله لدي بطلالات النادي بطلالات لأنه دائما مجالس الإدارات بتدي كل مدير فني بتدي له السلاحية أنه يشتغل بارتياحية بيشتغل بدون تحت مفيش ضغط فيش تداخل مفيش نهاردة رئيس مجلس إدارة مفيش حد من أعضاء مجلس إدارة بيتدخل في الشؤون في الشؤون الفنية كل واحد له صلاحياته كل واحد له اختصاته عشان كده النادي الأهلي بيؤدي دائما فيه نجاح وفيه استقرار حتى الأجهزة الفنية ما بتشتغل بتبقى شغالة فيه هدوء بتشتغلها ما بتشتغلها تحت ضغط بشغالة النية تسعد فعلا ملايين العشاق من النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر